السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه رجعنا تاني وفيديو جديد من من حل الغاز الشطرانج هنا اللعبة على الابيض لعبة الابيض هنا طبعا زي ما انتم شايفين الابيض اه الوزير بتاعه متهدد بالطبيع انا شايف اللي هو ما قداموش غير يعمل كشات او كشات اه متتالية علشان يفوز بالجاب ان هو لو عمل كش بالوزير من من على اي من على العمود اللي هو قف فيه ده دي مشكلة كبيرة طبعا ده اللغز اللي احنا كنا سايبينه المرة اللي فاتت اللي الناس تفرج عليه وتحاول تقول انا في التعليقات بس انا بصراحة مش لايه اي متابعات والناس برضو مش داخلة متفاعلة عموما اه هنكمل اللي احنا شغالين عليه وهنقول اللي احنا لازم نعمل كش هنا هنعمل كش اول مرة هنا بالطبيع هاكلها طبعا بالفيل بس انا هنا ضحيت بالا ضحيت بالا بالطبيع وصاد حصان علشان انقذ الوزير برضو انا كده عندي امكانية اللي انا ادي له كش تاني هنا انا كده استفدت لانا اكلت قطعتين وصاد قطعة اللي هي الطبيع بستة نوعات القطعتين بتوعه انا بتاعتي بخمس اه نوعات فكده اه في مكسب للابيض برضو هنحاول هنا اللي احنا نحقق هنا في المكسب للابيض اه الدور هنا على الابيض برضو هنحاول برضو اللي احنا نحقق مكسب ليه ناخد وقتنا في التفكير هو هنا حرك الحصان مهدد بيه القطعة قطعة الطبيعة اللي ممكن يتلعب اللي ممكن يتلعب شايف اللي احنا نهدد بمات كلب ماشي مفيش مشكلة احنا كده هنهدد اه هو كده كلب بالحصان وعمل لنا آآ كيش فاحنا لازم ناكل الحصان واعتقد اللي احنا في كل الاحوال احنا كسبانين لان هي المات اللي فوق ديها تقريبا ما تملهاش حل في كل الاحوال اللي ابيض هو اللي هيكسب جميل هنعمل هنا كيش وهيبقى العسكاري مهدد الطبيعة في نفس الوقت عامل كيش يعني شوكا بالعسكاري في حماية الوزير هنا هتدور على الاسود وهنا بقى لعبة مزدوجة بقى يعني انا هدي كش روح هدي كش تاني واخد بالك هاكل بها الطبيع الطبيع ديت هاكل هيتاكل برضو قصادها الفيل بتاعي بس مش مشكلة هبقى انا كده محقق مكسب يعني لو قلنا كش من فوق هنا هيتحرك الملك زي ما احنا قلنا انا طبعا الخطة في دماغي والاستراتيجية اللي انا بلعب بها خلاص انا عارف انا هعمل ايه مش مجرد نقله هتفرج بقى اشوف ايه لا يحصل لأ انا عارف هو الخصم قدامه هيعمل ايه مادمونش جرى الحالة ده لعب ايكباري خلاص بكش تمام كده بقى انا هاكل الطبيع بتاعته الطبيع بتاعته ديت بخمس نقط وهي رجع برضو ياكل الفيل بتاع الاسود او فيلم مربعات السودا برضو بالفيل بتاعه ففيش مشكلة انا برضو المكسب اللي انا للاسود يعني زي ما اتفقنا قبل كده هي معارج بسيطة الحقق فيها مكاسب المكاسب ديت في الاخر خالص بتخليك اللي انت تطلع بالدور طيب هنا الدور على آآ الاسود لو اه احنا هنأكل وزيره لازم لعب ايكباري لازم هياكل وزيرنا دي مفيش فاكل هيا هنطلع بقى احنا ساعتها نعمل كش نأكل فيله يبقى احنا كده كان فيه زيادة ببلاشة ايوة كش هتحرك هاكل فيله ببلاشة وانا كده كانت قطعة زيادة معاركة جديدة كسبتها حققت بها مكسب هيساعدني بعد كده طيب الدور هنا على آآ الابيض وبنفس الطريقة انا بصوا جماعة اللغز جزء من موقف من موقف الشترنج آآ ممكن تكرر معاك في اي مكان ممكن تكرر معاك في الجيم تكرر معاك في لغز زي ده يعني في كل الاحوال احنا بالركز اللي احنا نوصل للهدف بتاعنا اللي هو نحقق اكبر قدر ممكن من مكسب طيب هنا في اللعبة هنا انا طبيتي متهددة وحصاني متهددة طيب انا ممكن اكل حصان وهو يرجع ياكل طبيتي يبقى هو كل طبيعة زيادة طبيعة بخمس نقط وساط حصان بتلت نقط وهو الكسبان طيب ايه الحل الحل هنا اللي لازم اللي انا لازم العب لعبة اكبرية اللي هي ايه انا لو كلت طبيطه هبقى انا اقولت له ايش لازم هيتحرك يتحرك بقى يكل الطبيعة مش مشكلة المهم اللي انا مكلت بكش وبعد كده هروح اكل حصان اللي بقى انا كده استفدت بقطعة زيادة زي ما انتم شايفين كده لازم هيكل ياكل بقى بالفيل بتاع المربعات السودا او ياكل بالملك زي مكل كل قصة مش فرقة لان انا اللعبة اللي بعدها على طول هروح اكل الحصان وبقى انا كده الكسبان اه هو كده مهدد قطعة قطعة اخرى لو انا اتحركت طبعا بالحصان هياكل حصان التاني لو في سبتها كده هيكل طيب احنا ممكن آآ آآ نحمل القطعتين اهو مفيش مشكلة خالص آآ نحمل قطعة القطعتين بالفيل السود من هن مسلا كميل طيب هنا الدور على الابيض والملك في حالة بصراحة سيئة جدا بس ما فيش مشكلة ملك الابيض يعني طيب ايه اللي ممكن نعمله هنا يا جماعة انا وصلت للحال بس ايه اللي اللي ممكن نعمله فكرنا طيب بنفس الطريقة يا جماعة انا هاكل الفيل الاسود هو لو ما كلش الطابعة بتاعتي هيبقى في كلام كتير خالص طيب كلب وده المتعقع هيبقى كلب الايه بالطابعة اللي فوق لو كلب الطابعة اللي فوق هتديله كشر ما عندوش اي مكان تاني خالص يتحرك فيه غير انه هيطلع فوق على المربع الاسود اللي لسه فيه الاسود بتاع 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 نشوف واللي احنا بنقوله ده اقول حاجة اا الكلت ده هيكل كش من فوق لازم اتحرك في المنطقة دي خلاص انا هتديله كش بقى وهاكل الطبيعة من الطبيعتين بمنطقة السهولة لهو لان هو هيغطي بعسكري اه على فكرة يا جماعة هو لو كان غطى هنا بعسكري كنت هتديله كش مالك مائدة. تمام? فاكل طبيعتين منطقة السهولة. اه الدور هنا على الابيض. هو بصراحة موقف موقف الملك صعب بصراحة. بس لازم القبيل بقى يستغل الموقف الضعيف الاسود ده ويحاول يجهز عليه بحيث ان احنا نخلص الدور. طيب. عندنا كزا ما كان نقول له كش. عندنا كش من فوق خالص طبيعة كلنا. عندنا كش من فوق برضو جنب الملك الملكية كنا بمنتاز سهولة. ما كان دون مش هفاين. عند كش في حماية العسكري او في حماية في الصف التاني يا جماعة او في الصف السابع في حماية العسكري او في حماية العسكري التاني في الحال تاني اما الفيل هيكلنا يا اما الوزير هيكلنا. طيب. في كشة جميلة خالص فتضحية بالطبيع. اللي هي دي. هيكل جميلة. هنا بقى اللعبة. اه هنا هيكل الفيل. بكش. طبعا هنا بكش قدام الملك على طول في حماية الايه? العسكري. كش ملك مات. اه هنا تدور على على الابيض. وكفاية كده عشر دقيقة من التسجيل. والالغاز. اه هسيبكوا مع اللغز الاخير ده اللي انتو تفكروا فيه. ويا ريت يا جماعة يبقى فيه اه مشاركة للفيديوهات والتعليق عليها. علشان نستمر. لايك. سبسكرايب. ونتقبل الحلقة اللي جهة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.